والآن على بركة الله نباشر وقاع هذه الأصبوحة البحثية نفتتحها بجناب السيد عبدالستار الجابري في بحثه الموسوم بنقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق عليه السلام القياس انموذجا وجناب السيد عبدالستار جبار عدنان عبدالله الجابري تولد الأراق البصرة حاصل على بكالوريوس في الرياضيات وبكالوريوس في الفقه وماجستير وهو حاليا طالب بكتوراه في مرحلة كتابة الأطروحة وله الكثير من الأنشطة البحثية وحضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ندعوه وندعو له بالتوفيق والنجاح الساعة سيدنا بالملم آنوياء الله سأل منك سيدنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السادة العلماء الأخوة الباحثون الحضور الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البحث يتناول موقف الإمام الصالح صلى الله عليه وسلم من القياس باعتباره مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي عند غير المنهج الإمامي وقبل القوض في موقف الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه من الضروري بيان مقدمة وهي أن مسألة الاستنباط أو المواقف الفقهية في الحقيقة منذ صدر الإسلام وحتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وليس ذلك منهج النبي صلى الله عليه وآله بل موقف غيره أنه تارة كان العمل على أساس النص وأخرى دخل الإجتهاد بمعنى الرأي في مقابل النص في تحديد الموقف تجاه واقعه معين من الوقائع وقد أخذ هذا المنهج طريقه في حياة المسلمين حتى أن المتأخرين في كتبهم الاستدلالية تعدوا مرحلة أن الصحابة كانوا يجتهدون إلى دعوة وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد فيما لم يرد فيه نص وعند طرح هذا الموضوع على واقع السيرة النبوية لا نجده حقيقيا يعني أنه أمر مدعى أبسط مثال في ذلك قضية المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله لو كان النبي صلى الله عليه وآله يجتهد فيما لم يرد فيه نص كما يقولون أو كان يقيس كما يدعون فحينئذ كان يمكن أن يقيس هذه القضية على الهبة فيقبلها ويقول نعم تفضلي أهلا وسهلا إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله أو يقيس المسألة على أن لا نكاح إلا بمهر والهبة تكون بلا ماهر فيقول لها لا يجوز ذلك ولا يصح بينما النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة في هذه الجزئية قال اذهبي راشدة حتى يأتي آمر ربي فهذا مثال في رسم طريق لمحاولة إغفاء صفة الشرعية على الإجتهاد وعلى القياس فيما لم يرد فيه نص ودعوى أن ذلك كان حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يراجع الكتب الاستدلالية لمتقدمين تاريخيا بالنسبة لنا والمتأخرين زمانا فعله في القرن الرابع أو الخامس الهجريين أو ما بعدهما يجد هذا المعنى مدونا في كتب الاستدلال فقضية الاجتهاد وهو المقصود منه العمل بالرأي في مقابل النص اتداءا وليس بذل الجهد بمعناها اللغوي هذا منهج وتبع بعد ذلك القياس وغيره من الأدلة الأخرى التي سعوا لاتباعها لاستنباط الأحكام الشرعية هذه كمقدمة أن هناك حركة وعمل لتأصيل أو شروع في قضية الاجتهاد والقياس ثم بعد ذلك قام المتأخرون بالاستدلال من المواقف المتقدمة ليكون ذلك استدلالاً على حجية هذا الأصل لكي يمكن أن يستدل به في مقام استنباط الحكم الشرعي خاصة بعد أن أصبح علم الأصول يبحث باستقلالية عن المباحث الفقهية والمباحث الكلامية والحديثية في القرون المتأخرة أي القرن الرابع والخامس والثالث الحجرية المورد الآخر طبعاً لا أريد الدخول في ذكر الاجتهادات التي كانت في مقابل النص يكفي منها مثالاً واحداً وهو جعل الطلقات الثلاث في مجلس واحد ثلاث طلقات تبين المرأة فيها من زوجها ولا تعود له إلا بنكاح جديد مستأنف من شخص آخر وهناك أمثلة كثيرة المهم في القضية أن هذا أصبح بعد ذلك منهجاً متبعاً للتأصيل لقضايا الاستنباط في واقع الفقه الإسلامي المسألة الثانية التي تخص بحثنا هذه كانت مقدمة للدخول في البحث المسألة الثانية التي تخص بحثنا ما هو القياس ما هي القياس ما هو القياس للقياس معنين ذكرهما السيد الحكيم رحمة الله عليه في أصول الفقه المقارن قال إن هناك معنى للقياس قد هجر والمراد منه تحديد العلل الحقيقية للأحكام لعرض النصوص عليها فما وافقها من الروايات أخذ به وما خالفها وعرض عنه وكان ذلك للمتقدمين من مؤسسي مدرسة الرأي هذا النحو من القياس كان موجودا في عهد الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم النحو الثاني أو المعنى الثاني للقياس هو تشخيص وتحديد حكم موضوع معين على أساس وجود علة لحكم آخر يشترك فيها هذان الموضوعان أي معرفة حكم موضوع معين من على أساس حكم موضوع آخر معلوم ثابت من خلاله يشخص موضوع حكم الموضوع الآخر لوجود العلة المشتركة بين الحكمين هذا معنى القياس بهذين النحوين الشيء الذي ندخل إليه قبل موقف الإمام الصادق عليه السلام من القياس ما هو موقع القياس في الفقه طبعا كمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أو من لن يقل بحجية القياس عند الآخرين الأوزاعي إمام أهل الشام لم يقل بالقياس داود الظاهري مؤسس المذهب الظاهري لا يقل بالقياس أبو إسحاق النظام وغيره من المعتزلة الذين قالوا بقوله أيضا لا يقولون بالقياس أغلب الخوارج وكثير من الزيدية أيضا لا يقولون بالقياس فأيذن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن ذكرناهم هؤلاء لا يقولون بالقياس بمعنيه سواء كان بمعنى معرفة العلل الحقيقية للأحكام وطرح الروايات عليها وأخذ الذي يطابق تلك العلل وترك ما لا يطابق أو المعنى الثاني للقياس وهو معرفة حكم موضوع ما لثبوته في موضوع آخر يشترك معه بالعللة الظنية فهذين المعنيين عند هاتين الطائفتين لا يكون للقياس وجود ولا دور ولا معنى ولا قيمة من الناحية الاستنباطية وناحية الاستدلال الفقهي أما من قال بالقياس المذاهب الأربعة وغيرهم يعني بعض المعتزلات كثير من المعتزلات بعض الزيدية بعض الخوارج هؤلاء يقولون بأن القياس دليل ضني دليل عقلي ضني فمرتبته تكون بعد النص والإجماع فإذا كان دليل من قرآن يأخذ به وترفع اليد عن القياس كذلك إذا كان هناك نص من السنة ويختلفون بعد ذلك فيما هو المعتبر من السنة والذي يكون مقدما على القياس هناك اختلاف بينهم في التفاصيل وكذلك الإجماع فهو عندهم من الأدلة القطعية اليقينية فهو أيضا مقدم على القياس بعض يقدم الخبر وإن كان ضعيفا على القياس البعض الآخر منهم يقدم القياس على الخبر إذا كان ضعيفا هذا بعد اختلاف في التفاصيل فإذن القياس بالنسبة لمن قال به واعتبره حجة في الاستنباق تكون مرتبته بعده الأدلة القطعية اليهي القرآن والسنة والإجماع بما عرفوه وتبنوه إنه إجماع الأمة أو إجماع أو إجماع أهل كل عصر من الأعصار على خلاف بينهم في معنى الإجماع بعد هذا ننتقل إلى موقف الإمام الصادق صلى الله عليه وسلامه عليه من الإجماع طبعا موقف أهل البيت صلى الله عليه وسلامه عليه ابتداءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن جاء بعده من الأئمة هو رفض القياس حتى روى الفريقان الرواية عندنا لو كان الأمر بالقياس لكان مسح ظاهر القدم أولى من مسح باطني القدم أولى من مسح ظاهرها والرواية التي عندهم لكان مسح باطني الخف أولى من مسح ظاهره وبعضهم يروي لكان غسل باطني القدم أولى من غسل ظاهرها فبالنتيجة المجموع إذا جمعنا هذا المجموع من الروايات الموجودة نرى أن أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عند الفريقين موقف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ورض القياس وإن كانوا في مباحثهم الأصولية يحاولون أن يستدلوا بمواقف الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أنه قد قاس فيها كذلك من طرح مسألة القياس في النقاش يذكر عن بعض معاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كيف أواجه الله تبارك وتعالى إذا قلت برأي أو قلته بالقياس ثم يستدلون في مواطن متعددة على قولهم بالرأي وقولهم بالقياس يعني اتجاههم واستنادهم إلى الرأي والقياس في تحديد ما يريدون وما يبينون عندما نأتي إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعليه نجد أن البرقي رحمة الله عليه في كتابه المحاسن ذكر فصلا كاملا في رد القياس وفيه رواية كاملة عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعليه في موقفه من القياس رسالة للإمام الصادق عليه السلام يبعثها إلى القائلين بالقياس يقول يستدل فيها على بطلان القياس بأمور الأمر الأول أن العقول إذا كانت قادرة على تحديد وإدراك الحكم الشرعي لم يكن هناك ما يدعو إلى بعث الأنبياء إذا كان العقل البشري قادر على إدراك الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي وتحديد الحكم الشرعي فالما يبعث الله تبارك وتعالى أنبياء يترك الله على الأمر للعقل البشري لتحديد الحكم الشرعي فبذلك ذلك كافٍ في بيان الأحكام الشرعية لو كان العقل قادرا على ذلك فبعثت الأنبياء دليل على أن العقل البشري غير قادر على تحديد الحكم الشرعي المعنى الآخر في هذه الرسالة التي يبعثها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه إلى القائلين بالقياس أن القياس لا ينتهي إلى فك الصراع والخلاف وإنهاء النزاع بين المختلفين لأنه إذا كان البشار قادراً والعقل البشري له القابلية على إدراك الحكم فمن ينقل الحكم بالقياس إلى شخص آخر ذلك الشخص آخر أيضاً له نفس القابلية فحينئذين لا يكون قول أحد حج على أحد لأنهما مشتركان في القابلية على فهم الحكم الشرعي والمقدرة على تحديده بذلك ينتهي دور القياس ولا يمكن أن ينتهي التنازع والخلاف في تحديد الأحكام الشرعية الأمر الثالث الذي يبينه سلام الله عليه في هذه الرسالة أن من يقول بالقياس يتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه لم يأتي بدين كامل يعني لم يبلغ الأحكام الشرعية تبليغاً كاملاً بل كان هناك نقص في البيان اضر معه من جاء بعده إلى الالتجاء إلى القياس لتتميم ذلك النقص بالحقيقة نحن لو نظرنا إلى تأريخ النص نجد أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تذهب إلى أن الناس قد استمر إلى سنة 260 هجرية حتى وفاة الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه لم تكن في فترة الغيبة الصغرى هناك بيان للأحكام وإلا بعدها سيف يستمر إلى 70 سنة ما بعد الغيبة الصغرى يعني بعد 70 سنة ما بعد وفاة الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم وهذه الفترة ثلاثة قرون من استمرار النص كافية في تغطية جميع الحوادث التي يحتاج فيها المسلمون إلى النصوص التي تبين أحكام الشريعة التي يحتاج لها الفرد المسلم في المقابل أن الآخرين الذين يقولون بأن النص انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بعد النبي صلى الله عليه وآله نص يرجع إليه هؤلاء بطبيعي الحال هذا الكم هذا الفترة المحدودة من النص مضافا إلى فترة منعتن التدوين الحديث وما جاء بعده من وضع الحديث وبذل الدولة الأموية المال لوضع الحديث المكذوب وانتشار الأحاديث المكذوبة الأهواء والفرق والصراعات السياسية التي دفعت أتباعها لتأييد مذاهبهم واتجاهاتهم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله هذا الكم المشوه الكبير من الأحاديث ما بين موضوع ومنسي ومزيد فيه ومقتطع من أدى إلى حالة من التشويه في الأحاديث الواصلة نعم هذه هؤلاء هذه الجهة نحو من الاتجاه في التعامل مع الناس كان بحاجة لأن النصوص التي وصلت إليه لا تفي بتغطية حاجاته أما لأن ما وصله لا يمكنه الاعتماد عليه لذلك لجأ إلى مسألة استكشاف أصول الأحكام الشرعية لعرض الأحاديث عليها كما فعل أبو حنيفة في تعاطيه مع الأحاديث أو من ذهب غيره إلى أحاديث أخر لكن وجدها أنها لا تفي بالحاجة فاضطر إلى اللجوء إلى أقوال الصحابة وأفعالهم ثم إلى القبول بحتى الأحاديث الضعيفة كما فعل مالك بن أنس في مذهبه وذهاب إلى القياس الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة الظنية التي حاولوا من خلالها ردم الهوى وسد النقص الحاصل في النص الروائي الموجود بين أيديهم فلذا نجد أن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى رأسيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه باعتبار كثرة ما ورده عنه من النصوص في المجالات المختلفة في مجالات الفقه وغيرها كانت كفيلة بتأمين الحاجة التي يحتاجها الفرد المسلم في حياته وبيان الأحكام الشرعية فلم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأدلة الظنية التي لم يتل عليها دليل قطع يمكن الاستناد إليه في إثباتها والرجوع إليها في تحديد الحكم الشرعي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين شكرا جزيلا لسماحة السيد عبدالستار الجابري على بحثه القيم وأدعو له وللمستمعين الكرام بالتوفيق والإفادة ونفتح باب المناقشات لمن شاء أن يتداخل مع جناب السيد تفضل لجنابي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة قضية تثار يعني أثيرت قبل عوام ويوم أمس أيضا أثيرت فيما يتعلق من مرحلة الإمامين الإمام محمد الباقي والإمام الصادق عليهم السلام أسرح أنطلق أنا من هذه العبارة لجناب السيد الله يحفظه معذرة جناب السيد الباحث والستاذ الفاضل رئيس الجلسة والأخوة الحضور الله يحفظهم إن شاء الله فجناب السيد يقول أنه مرحلة الإمام مرحلة التي عاشها الإمامان الصادقان عليهم السلام تمثلان انتقال من مرحلة الفقه الحديثي المعتمد على نقل النصوص لها مرحلة تأصيل للقواعد الفقهية التي يستند إليها في مقام السنباط الفقه أنا السؤالي وين حقيقة؟ أنه كما هو ثابت بأن الأمة يعني الحوزة العلمية انطلقت في عهد إمام الصادق وإمام باقر عليهم السلام وين سؤالي بالضبط؟ أنهم وجهوا أصحابهم لأجلاء في أن يبدو يعني ما دوق الإفتاء أدى السفيد من جناب السيد هل هو إفتاء بناء على الحديث أم إفتاء على أصول أم لاها لأمة عليهم يعني باعتبار ثابت أنه أمر أصحابهم بين يبدو أرام أو يفتو في كلهم في منطقتهم فإلا كان الإفتاء بناء على حديث أم على أصول أم لاها لأمة عليهم جزاكم الله خيري جزاكم بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بما تفضل به الأخ في هل أن ما أمر به لأن صلابات الله وسلامه عليهم أصحابهم بأن يبين ويرس ويبين ويفتو للناس هل أن كان ذلك بناء على الحديث أم أنه بناء على أصول بيّنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الحقيقة هذه في مرحلتين الأولى أن ما كان في عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم المنهج الجاري في عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هو نقل حديث لهم حتى ورد عنهم الرواية الواردة فعليهم بالرجوع إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليهم وأنا حجة الله وهذا ما نجده مستمرا حتى إلى القرن الرابع الهجري كان المسلك والمنهج المعروف والمتعارف والساري هو منهج نقل الرواية فما كان يجري في الواقع هو نقل كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أما قضية الاستنبال والإفتاء على ضوء الأصول التي بيّنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لأتباعهم مثلا نجد أن أحد أصحاب الأئمة يأتي ويسأل يبن رسول الله من أين عرفنا من آية الوضوء أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام من الباب فهذه مرحلة من مراحل الإعداد لأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لإجراء عملية الاستنبال لكن يبقى مع ذلك أن العمل في ذلك الوقت كان على أساس بيان روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التي كانوا ينقلونها إلى الناس ومن خلال تطبيق مضمون الرواية يكون العمل لتحديد التكليف الشرعي في هذه المجالات أما قضية الإفتاء التي تجري في عصرنا هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت هذه قضية حادثة لربما لربما إذا يعني نتابع الجنب الزمنية يكون أب أول من جعل لها هذا النحو هو المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتابه الشرائع حتى الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعات كان ما ذكره هو يعني خلاصة المعنى الوارد في النصوص الوارد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في كتابه الفقه شكرا جزيلا سمحت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سمحت السيد على هذا البحث واختيار هذا البحث والجرأة في الولوج في يعني جزئيات هذا البحث ولكن هناك مجموعة من التساؤلات وهذه التساؤلات أيضا موجهة إلى اللجان التحضيرية والعلمية في هذا المؤتمر مع هذه الجهود الكبيرة التي تشكر حقيقة أولا العنوان هو نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق هذا عنوان خطر نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق القياس إنموذجا هو قطعا السيد في بحثه ليس هذا مقصودا مقصودا أن القياس المعروف الذي متداول ولكن عندما يعنون بهذه الطريقة نقد القواعد الفقهية عند الإمام الصادق القياس إنموذجا هذا حقيقة المفروض يعني يلاحظ حتى من قبل اللجان العلمية والتحضيرية هذا تساؤل التساؤل الآخر المهم هو فك الاشتباك بين المصطلحات حقيقة هذا شاهدنا في كثير من بحوث المؤتمر المصطلحات إذا ما تم التداخل في مابياناتها حقيقة المعلومات تصبح معلومات مشوهة القياس المرفوض من قبل الإمام الصادق سلام الله عليه ليس هو القياس المنطقي وإنما هو التمثيل المنطقي وهذا عند الفقهاء واضح القياس الفقهي هو تمثيل منطقي وليس قياس منطقي فتمنيت على سماحة السيد أيضا أن يزيل الغبار في مقدمته عن هذه القضية حتى لا نرسل رسالة إلى الآخر اللي نقشه بأننا لم نميز بين القياس المنطقي والتمثيل المنطقي فالقياس الفقهي هو تمثيل منطقي وهو المرفوض أما القياس المؤلف من قضايا من كبرى ومن صغرى ووصول إلى النتائج هذا لا يرفض كل فقهان يستعملون القياس في الوصول إلى الأحكام الشرعية ولكن أي قياس هذه المسألة أيضا جدا مهمة الأمر الآخر الثالث هو استعمال مصطلحات أيضا سماحة السيد استعمل أكثر من مصطلح داخل البحث مثلا مصطلح الاجتهاد مقابل النص حقيقة هذا أيضا ما دام هنا المراكز العلمية والمراكز البحثية الاجتهاد مقابل النص ترى يعني خرج من دائرة العلم إلى دائرة الإعلام وهذه مشكلة كما هو بحث التحريف تحريف القرآن خرج من دائرة العلمية إلى دائرة الإعلام يعني ذري دتهم شخص رأس أنا لن تحرف قرآن الكريم وهذا بحث إعلامي صار مو بحث علمي كذلك مسألة الاجتهاد مقابل النص طبعا كثير من القضايا التي تطرح في فقه الآخر هو ليس اجتهاد مقابل النص وإنما هو تحرير محل النزاع لعلل الأحكام وتطبيق على مصادق أخرى هذه مسألة جدا مهمة شكرا شكرا إذا سمحت لي جناب المتحدث الكريمان اعتذر من شخصك الفاضل شكرا جزيلا لا أراك حتى أوصف جنابك بالسيد أو الشيخ وكذا لكن إحنا أمامنا دقيقة واحدة فقط للمداخلات أرجو أن نستميحك عذرا في أن يرد سماحة السيد بدقيقة واحدة تبعا لتنظيم الجلسة طبعا أنا احترام للأخوة الأعزاء والأستاذ الرئيس الجلسة وأقدم اعتذاري أيضا لسماحة السيد الله يحفظ وسماحة السيد رجل له باعا واسع نعم وأكرم به كثير من المطالب العلمية والوصولية والفقهية ومقامنا بالنسبة إليه مقام التلمير للأستاذ ولكن باعتبار المحل يعني استميحه العذر في الجواب على ما تفضل به طبعا ما اعترض به سماحة السيد الله يحفظ على العنوان هو وارد لكنه قابل للجواب في المناقشة عندما نقول نقدر القواعد الفقهية عند الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه يعني الطريقة التي أو الكيفية التي ناقش فيها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه تلك القواعد فلربما الدقة الكثيرة في العنوان بل تحتم بالأحد يعني النتيجة العنوان حامل لكل المعنيين اللي يريد نعم يدقك كثيرا يتفضل بما تفضل به سماحة السيد والبقية واضحة ما في داخل العنوان وأكر اعتدار لسماحته يعني جسارة في محظر هي أن أجيب بهذا الجواب الاثنين في قضية القياس المنطقي ما أشرت إليها كان يعني من السوف الحديث وسق اللسان وإلا في داخل البحث أشرت إلى هذه القضية لدينا هناك قياس منصوص العلة وقياسات أخرى غير منصوصة العلة والقياس المنصوص العلة خارج عن دائرة البحث باعتبار أن العلة الحكم قد ذكرت في لسان الشارع ويستنبط منها الحكم على هذه الأساس الذي عبر عنه سماحة السيد بالقياس المنطقي وليش إشكال فيه نعم ملاحظة السيد وارد على ما تكلمت به لكن هذه المسألة موجودة في داخل مطاوي البحث ما تفضل به سماحته من استعمال الاجتهاد في مقابل النص وإنه خرج من دائرة البحث العلمي إلى الدائرة الإعلامية نعم هذا في مجال الاتهام والأخذ وارد لكن في الحقيقة أن جملة من الكتب الاستدلالية التي طلعت عليها ورأيتها في مورد هذا الاجتهاد في مقابل النص يقولون وبصراحة أن النبي صلى الله عليه وآله اجتهد ومن جاء بعده اجتهد فمثلا في قضية حرق أبي بكر للفجاء يقولون أنه رأى المصطح في ذلك واجتهد في حرقه مع أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن الحرق فيرونه اجتهادا فيرونه اجتهادا فالقضية عندما طرحناها في هذا البحث ذلك لأنهم يرون أن ذلك اجتهادا وهذا موجود في كتبهم نعم لربما أنه مع الأطروحات وتقدم الزمن والمناقشات عفوا دكتور بس الفضل راح أنا أشكر سماحتكم بس لضغط الوقت الله يسلمكم وأنا أخشى أن نأخذ فقهيا إذا أخذنا من وقت الله يحفظك شكرا جزيلا لسماحة السيد الجليل عبدالستار الجابري وشكرا للسادة الفضلاء المتداخلين على هذه المداخلات العلمية القيمة ترجمة نانسي قنقر